نظمت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى يأتي ذلك بمشاركة منظمة الصحة العالمية وهيئات الدواء المصرية والتأمين الصحي الشامل وناقشت جلسات المؤتمر عددا من الموضوعات الهمة المتعلقة بتحقيق سلامة المرضى والحد من المخاطر المتعلقة بخدمات الرعاية الصحية كما يلقي المؤتمر الضوء على نظم الاعتماد وآليات الرقابة والمتابعة ودورها في ترسيخ مبادئ سلامة المريض والمبادرة الوطنية لسلامة المريض في النظام الصحي الجديد إلى جانب الإدارة الأمنة للدواء حيث يحمل الاحتفال هذا العام شعار الدواء دون أضرار لرفع مستوى الوعي العالمي بالعبء الكبير للأضرار الناجمة عن الأدوية هذه الثالث سنة أحضر وأرى أن كل سنة وراء السنة هناك تطبيقات للتوصيات التي تطلع بها هذا اليوم مثل اليوم العالمي للسلامة المريض جمهورية المصر العربية من أوائل الدول على مستوى الاقليم وعلى مستوى العالم تشارك منظمة الصحة العالمية في هذا البرنامج الحيوي حيث من الأهم أن يكون المريض معافى وسليم وفي نفس الوقت النظام الصحي يكون متمكن لتقديم الخدمة الصحية النهاردة المؤتمر ده مؤتمر بيحتفل باليوم العالمي لسلامة المريض وده من أول أولويات الاهتمام بتاعنا كهيئة الاعتماد والرقابة الصحية وده اللي احنا ساعينا جاهدين كلنا من أول يوم في أكتوبر 2018 أن احنا نؤكد على سلامة المريض يعني المريض بيدخل منشأة الصحية المفروض أنه بيقدم له خدمات رعاية صحية سواء إذا كانت تداخلية أو غير تداخلية فالغرض أنه هو نحميه من أي أخطار ممكن يتعرض لها المريض وهو بيتلقى خدمات رعاية الصحية داخل المنشأة الصحية بواجهة نعم ليس فقط المستشفيات ولكن وحدات رعاية الصحية الأشعة المعمل كل الأماكن اللي بتقدم فيها خدمات رعاية الصحية وبالتالي من هذا المنطلق بنحتفل اليوم بهذا يعني اليوم العالمي لسلامة المريض لنؤكد على الاهتمام ووضع المريض في أول أولويات اهتمام المنظومة الصحية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر